آه قدير أهلين ابني تفضل لا لا عمي ما بدي يفوت أنا عمدق لأخي عصمت بس تليفونه مسكر وين عنوان بيته؟ آه عصمت بالبناية اللي فيه بقى ليه تحلمي خير شو بدك منه عمي؟ ما في شي بس كنت بدي أحكي معه بموضوع يلا بخاطرك لازم روحي مع السلامة يا ابني مع السلامة لوين شي نقول؟ لا تدخل بكل شي قدير قدير استنى شوي ما قدرت أحكي قدام عمك لأنه ما بيعرف شي عن الموضوع عصمت راح أضيعة لأنه قلعوا من الشغل مبارح ومثل ما بتعرف الرجال ما بيقدر يقعدوا صعب كتير يلاقي الشغل هون فراح أضيعة ليش عم تسأل عنه؟ الموضوع مو مهم لا تشغلي بالك قدير ليك أنا وأخي عصمت مثلكم تمام ما عنا أب وأن توفوا ونحنا صغار كان عنا أخت كبيرة بس ما هتميت فينا وأنا ربي طلع عصمت إذا ارتكب غلط أو ساوى شي ممكن تحكي لي لو سمحت لا مو هيك مرتعمي ما ارتكب أي غلط ما بعرف شو بدي أحكي لك لما وقع عكف بيك أنا ركدت لساعده ولما كنت راح أطلب الأسعاف ساعته أخي عصمت قال لي شي شو قال؟ قال لي تركه يموت أخي عصمت أخ أخ الرجال وقع وكان بده مساعدة وحتى فكرت إنه مات بس لما شفت أخي عصمت هرب واختفاه لكي مرتعمي أنا ما عم حاول أقول أي شي ضده بس معقولة ما يتحرك ضميره اتجاه لا 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 حبيبي قدير شيل هالفكرة من راسك بس مو مني قلعه من شغله بيكون كره عاكف بيك وحكب هالعصبية أنا أساسا حكيت معه قال لي إنه نادالك لأنه حكى مع رئيس العمال مشاني شغلك لكن له السبب نادالي؟ طبعا له السبب هلأ أنت لوين رايح جيب إخواتك وتعونه فطر سوا شكرا مرتعمي نحنا فطرنا قابلكون هلأ أنا رح أخد أمل من روح السوق رح تروح السوق أنا سمعت الخبر الحلو عاكف بيك عطى منحة دراسية للأولاد ووظفك بالمدرسة كمان ما شاء الله عليك ابني الله يحميكو شكرا مرتعمي خاطرك مع السلامة الله يحميك ويوفقك شكرا إليك صباح الخير عاكف؟ أنت شو متساوي؟ ليش قمت من تختك هلأ؟ لأنه بدي روح على شغلي شو فكرة؟ بس يا حبيبي قالك الدكتور لازم ترتاح ما بصير تروح أنا ما بخليك حبيبتي أنا أخدت مسكن ألم وحاسس حالي إني منيحة كتير وغير هيك في عندي اجتماع مهم كتير لهيك لا تواخذيني إيه؟ أنا ما عم بفهم أنت ليش بهالفترة مهتم بالشغل لهالدرجة؟ فكري لشوف ليش يا ترى؟ اطلعي ببطاقتك الاقتمانية بتفهمي ليش عم بهتم بالشغل ما شاء الله ما عم لحق عم صريفك أنت أولادك يا خانم لا لا تبالغ عاكف تفضلي يلا تفضلي إجت بضاعة كمان مش عن الله يا حبيبتي انتبهي شوي لأنه الموضوع زاد عن حد ولا عد تشتروا عن طريق الانترنت يا قلبي اهدى شوي هاي سوزان طلع حبيبتي سوزان لا تواخذيني ما استقبلتك على الباب أهلين فيكن ساوينا فين جانين قهوة سادة خليهم ثلاث فنجين قهوة سادة حاضري أبيك اه كيف خير إن شاء الله انت ممكن ترايح الشغل اه بشرب قهوتي وبعدين بروح بالنهاية أنا صاحب الشغل بس مو انت قلت إنك مستعجل وعندك اجتماع مهم آه تذكرت في عندي اجتماع مهم صح أنا بتشكرك كتير حبيبتي على شويك انت رح أنسى الموضوع معناتها سوزان أهلين وسهلين فيكي بالإذن لازم روح تعافيت بسرعة أنا مثل السبع هاللون حلو كتير ها شكراً كتير إليك ايه والله عن جد كتير لا بقلك هاد اللون رفيتي الحلوة بيل بقلك كل شي سوكراً كتير نوعاً بالسالون يلا